احنا المجتمع تقلب يعني عارف تقليب التربة تقليب التربة حاجة صحية وحاجة بتخلي الزرع بيطلع أفضل بتجدد الأفكار بتزود الوعي بتنشئ علاقات إنسانية جديدة في النهاية برضو انت بتصل لتشاركية في ترتيب الأولويات يعني أنا وانت قدامنا مشروعين لو أنا وانت اتفقنا على إن المشروع ألف يجي قبل المشروع باق تنفيذ المشروع ألف هيبقى أسهل غير لما تبقى انت شايف ألف وأنا شايف باق وكل واحد فينا بيدفع في اتجاه تنفيذ المشروع بتاعه لو احنا اتفقنا على الأولويات انت هتقبل ببعض الإزعاج مثلا شوية رصف الطريق بيعمل شوية مشاكل يعني اللي أنا عاوز أقوله التشارك في ترتيب الأولويات هيؤدي إن احنا كلنا نتحمل مع بعض طوعيا واختياريا بعض يعني التكاليف التكاليف هنا مش قصدي تكاليف مادية تكاليف التعزي القرار بالضبط كده وبالتالي أصبحت المسئولية مشتركة فاحنا كلنا بنتحمل هذه المسئولية لأنه احنا توافقنا على ده اه اتخذ رأينا فيه واتناقشنا فيه وانت اقنعتني بوجهة نظرك او انا اقنعتك بوجهة نظري او احنا الاتنين ما وصلناش ولكن يعني فيه قرار اتاخذ بعد دراسة كل وجهة النظر العملية دي صحية جدا العملية دي صحية جدا وهتؤدي إلى نتائج يعني كتير العملية دي صحية جدا العملية دورية العملية دورية اصلية جدا